افتتاح مجموعة من القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة يعد حذة يمكن تفكيك دلالته من زوايا مختلفة حيث يشكل انتصارا للديبلوماسية المغربية لاسيما بعد أن برهن المغرب للمنتظم الدولي عن واقعية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية كما يعبر هذا الحدث عن وفاء المغرب والتزاماته وأيضا طموحاته المرتبطة بتجويد علاقاته المثينة التي تجمعه بدول القارة منذ العودة إلى الاتحاد الإفريقي أيضا يعتبر مؤشر يدل على حرص هذه الدول الشقيقة في دعمها لمواقف المغرب ومساندتها للقضية الوطنية وبالتالي فأكيد أن هذه الخطوة الرامية إلى افتتاح قنصليات دولها ستحفز العديد من الدول على نهج نفس التوجه كما يمكن القول على أن هذه المبادرة ترصخ التفعيل السليم للجهوية المتقدمة وما تحمله من مبادئ الانتقال إلى أجرأة وتفعيل النظام التمركز الإداري ورؤية جلالة الملك في جعل المغرب مرتبط من شماله لجنوبه ومن غربه لشرقه وجدير بالذكر أن هذه المبادرة أي مبادرة افتتاح قنصليات في مختلف الأقاليم بالمملكة تستند قانونيا على اتفاقية فينة للعلاقات القنصرية سنة 63-900 لا سيامة في المواد 2-4-5 التي تنص على أن الدولة يحق لها الترخيص لافتتاح قنصليات في ترابها الوطني ترصيخا أيضا لسيادة هذه الدول على أراضيها وبالتالي هذه المبادرة حتما ستجعل المغرب فاعل أساسي في العملية التنموية للأقاليم الجنوبية وأيضا ستستثمر التعاون المشترك مع دول القارات فعيلا مستداما لعلاقة رابح رابح